لو عايز بشرتك زي اللي في الصورة قدامك دي يبقى لازم تسمع الفيديو ده للنهاية الفيديو ده مش اكتر من دقيقتين بس بجد هيفرق جدا في بشرتك بيغز البشرة بيفتح البشرة جدا وبيتغلغل بين طبقات الجلد وبيخلصك من تسبغيط البشرة كمان الكلف العنيد بتخلصي منه تماما هم حاجة الاستمرارية على الوصفة بتتبال نتيجة من اول اسبوع استخدام اول حاجة معايا هضيف معلقة من عسل النحل الطبيعي بعد كده بضيف 4 معالي من ماء الورد مش هنشيل ماء الورد علشان هنحتاجه مرة تانية بعد كده هقلب لحد ما يدوب عسل النحل تماما والخطوة دي مهمة جدا المسك ده شفاف تقدر تستخدميه حتى لو قاعدة في بيت عيلة ما بيبانش خالص ان انت مستخدمة مسك فمش هيسببلك احراج بعد كده بقلب كويس جدا كمان الوصفة دي شفافة جدا بتتغلغل ما بين طبقات الجلد وتخلصت من تسبوعات البشرة العنيدة بعد كده بعد ما دوبت عسل النحل تماما بضيف كمان 4 معالي من ماء الورد بعد كده بقلبهم كويس جدا والمكون السحر معايا اللي هيغز البشرة ويجعل فيها نضارة ملحوظة وكمان بيديها نمعة جميلة وهي بزور الكتان بزور الكتان دي سحر للبشرة تفتيحه نضارة للبشرة وكمان بتديها نمعة حلوة جدا بعد كده بقلب المكونات وبغطي العلبة بتاعتي وفي اي مكان مظلم بسيبها لمدة 12 ساعة انا هنا علشان وقت الفيديو انت عندك براحتك خالص مش هستخدمها على البشرة اللي ما يتكون جل معايا بتبقى تقيل كده جل تقيل بعد كده باخد منها وبستخدم على البشرة مش عايزة اقولك من اول استخدام اتنبهري من النتيجة بتفتح البشرة بتشلك تسبغات البشرة وجمان بتدي البشرة نظارة ملحوظة طول الوقت انا عايزيك تجربيها لمدة اسبوع واحد ما تنسيش تتعيلي وما تنسيش تكتبيلي بتتبعيني منين عشان ده بيسعدني جدا ما تنسوش حبيبي متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر